تحقيق جديد ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تحقيق في القضاء على الأموال ويعني برشة تهم بش نحكيه عليهم كما زادا نحكيه على تحقيق في جريدة الأنوار كانت جريدة الأنوار نشر التحقيق سابق قبل عشر أشهر كاملين على ثروة راشد الغنوشي تقول اللي ثروة ذي توصل قيمتها الـ 2700 مليار تتوزع بين فرنسا وسويسرا نونك التحقيق هذية كان أثر جدل حركة النهضة تحركت بش تقدم قضية وكان في جزء الأول يصدروا في جريدة الأنوار وكانت بش تعمل الجزء الثاني اللي صار إنه راشد الغنوشي وحركة النهضة قدموا شكوى استعجالية وخرج القراءة وتراجعت خليني يقول وقتها الأنوار تراجعت عليها المشكلة هذه الكل المهم اليوم في جريدة الأنوار مرة أخرى في عددها صادر اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 رجعت للموضوع ذي بعد الـ conference de press انتهيت هدفاء على الشهدين شكري بلايدي محمد البرهامي اللي كشفت فيها على تبيض أمويل وغيرها من الأمور واشحكيوا عليها بأكثر تفاصيل رجعت جريدة الشروق عفوا جريدة الأنوار عملت تحقيق جديد التحقيق ذي قتلك فيه بعد عشر أشهر من تحقيق الأنوار القضاء يحقق في ثروة راشد الغنوشي الثروة ذي اللي طالما أنكرتها قيادة حركة النهضة وتهمت الجريدة معناها بأنها تبث في تحقيقات كاذبة كل شيء اليوم نلقاه اللي الأنوار تقول لك فيما تحويلات وصلت العشرين مليون دينار صرفتها الحكومة القطرية لراشد الغنوشي مقابل ماذا؟ مقابل عمليات التسفير دي ما المعلومات اللي بش نقولهم الكل وردوا في جريدة الأنوار في عددها صادر اليوم الأنوار تقول لك قبل عشر أشهر كاملين كنا نشرنا تحقيق في جريدة الأنوار حول ثروة راشد الغنوشي واللي هيئة الدفاع على الشهدين شكري بالعيدة محمد الابراهمي في الكونفيرانس دو بريس مؤخرا قتلك لنو مش تحكي على الجهاز السري لحركة النهضة الجهاز المالي لراشد الغنوشي وسقوط الحماية القضائية ريزارة ديبي عضو هيئة الدفاع لشهدين شكري بالعيد ومحمد الابراهمي حكي على أنه تم الكشف على أذرع الأخطبوط المالي اللي حاول تونس لمنصة لتصدير ألف بين الظفرين خلينيقول الجهدين اللي كانوا يستفروا فيهم إلى سوريا وإلى العراق عبر ليبيا واليوم نحكي وعلى أذرع الأخطبوط المالي اللي خلته نصة لتصدير ألف الأرهبيين لبؤر القتال في ليبيا وفي سوريا وفي العراق يقول لك أنه راجد الغنوشي كان يتحصل مقابل هالخدمة دي على تحويلات مجزئة وصد للبعض متاحة قيمته 15 و 20 مليون دولار تتصرف مباشرة من جكون من الديوين الأميري لدولة قطر ما يعاد لرئيسة الجمهورية في تونس يعني وكأنه رئيسة في تونس الأمويل هذه يتم سحبها نقدا في قطر وبعد تدخل التونس في حقائب يعني في ديفالي استصوروا انتوما كيفاش تدخل تونس عبر القاعة الشرفية لمطار تونس قارتاج الدولي اللي قام بتدجينه وزير داخلية الأسبق علي لعرايف هيئة ديفالة شاهدين شكري بالعيد محمد لبراهمي عرضت يعني قامت بعرض عدة روافد للمعلومات اللي أدت إلى اكتشافها الأخطبوط المالي هذين واللي هما الرسائل الإلكترونية اللي كانت صادرة على المدعو ناجح الحاج طيب وهو واحد من أعضاء جمعية النماء اللي تنشط ظاهريا في تجيع الاستثمار ولكن في الواقع هي منصة لتبيض الأموال تشتغل لفئدة راجد اللغانوشي وتدير حسابات بنكية في قطر نفس المعلومات تقول لك انه نجح الحاج طيبا ذايا كان واحد من العناصر اللي يديروا في ثروة راجد اللغانوشي واستغل موقعه كوكيل لشركة بريطانية تنشط في تونس بش يعمل حسابة إلكترونية مكنت من إدارة العملية المالية لقيادات حركة النهضة قبل ما يتم رفته من العمل بتهمة الإختلاس من الشركة اللي يخدم فيها واللي اكتشفت فيما بعد انه تم تغيير مفتاح السر المتباس متعل لمساج إلكترونيك واللي كانت قناة التدفقات المالية لراشد الغانوشي قل لك الصندوق الأسود الثاني للمعلومات اللي أدت للكشف على الأخطبوط المالي لراشد الغانوشي فهو شخص قطري اسمه منصور راشد الخاطر اللي تم تعينه في 5 نوفمبر 2019 رئيس مدير عام لفرع تونس لشركة أوريدو شركة أوريدو نعرفوها الناس الكل اللي أخذ على التنصت بإذن قضائي على إثر تقارير صادلة على المخابرات العسكرية وجهت إلى رئيسة الجمهورية بشأن لقاءات سرية دورية كان يجريها منصور راشد الخاطر هذي البيديجي متاع أوريدو مع راشد الغانوشي وابنه معاذ اللي كان يمدهم بمبالغ ضخمة خارج تونس بعض المعلومات هذه الكل واللي هي صادرة على المخابرات العسكرية تم الإذن بفتح بحث تحقيقي من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بالجورجاني بالتوازي مع أخضاع المسؤول القطري اللي حكينا عليه للتنصت بإذن قضاء قبل ما يقوم وكيل الجمهورية السابق بابتدائية تونس البشير العاكرمي بشيد دخل لدي مدير عامل أمن الوطني ويوقف إجراء التنصت هذه وفي الأثناء كنت فيما حصيلة عملية التنصت كشفت تورط برشا قضاءات في التجسس من بينهم البشير العاكرمي ومن بينهم زيداء الطيب راشد رئيس السابق لمحكمة التعقيب اللي كان وزوز يتخابر دوريا مع منصور راشد اللاخاتر واللي كان يلتقي براشد الغنوشي مرتين على الأقل في غرفة بأحد الفنادق الفاخرة بضحية جام مارت وكانت تخضع قبل الاجتماع لكشف عن التنصت من قبل فريق تقنيين التابعين لشركة أوريدو قبل ما يتقابلوا يمشيوا فريق تقني يشوفوا الغرفة هذه فيه الجهز تنصت مزروع كان خاطر صنعتهم كما كنا نحكي ويتنصتهم على العبيد فبالتالي قبل ما يحكي وشوفوا مش واحدة متع تنصت بيش يحكيوا بأكثر أمان ويتقابلوا في غرفة في الوتيل هذية ويحكيوا على أسرار خطيرة جدا الردابي يقول أن المسؤول القطري هذية اللي حكينا عليه تقلب فريق من التقنيين لشركة أوريدو بيش يعملوا غرفة تنصت على السياسيين وقيادات الأمن وقوضات تقوم دوريا بإعداد تقارير معناه في التنصت ومن بعد يسلمها منصور الخاطر لراشد الغنوشي في اللقاءات التسرية اللي كانت تجمعهم في الوتيل كما أحكي بعد اكتشاف هالمعطيات الاختراضية قدمت هيئة الدفاع للشهدي في المدة الأخيرة الشيكية ضد راشد الغنوشي ورؤوس الأخطبط المالي للمحكمة العسكرية الدائمة بتونس واللي شايفت تجزئة الأبحاث إلى زوز مسارات يتعلق لولاني بالتجسس والاغتيالات والتآمر على أمن الدولة الداخلية والخارجي وهذا من مشمولات أوي بشر القضاء العسكري بينما تمت إحالة المسار الثاني اللي يتعلق بغسل الأموال إلى المحكمة الابتدائية بتونس بعد ذلك كل نيابة العمومية تتجه لفتح بحث في المبالغ الضخمة اللي استخدمها راجد الغنوشي من خلال أشخاص كانوا واجهة لأمواله في إدارة عملية التسفير والتنصت هذا الكل ضد كل من دعيم حركة النهضة راجد الغنوشي وابنه ووكيل الجمهورية سابق البشير العكرمي وقيادات أمنية سابقة على غرار محرز الزواري وحيدة توجيني عطف العمراني اللي تستروا على هالتدفقات المالية الضخمة والكبيرة يسر نيبة العمومية زدت بشر شيكية أولى ضد جمعية نماء المتورطة في خاصة الأموال وشيكية ثانية ضد منصور الخاطر بتهمة التجسس بالنتيجة هيئة دفاع قدمة تفاصيل دقيقة على عائدة التسفير والتنصت اللي هي أحد أهم روايه في الثروة راجد الغنوشي واللي كانت فضحتها جريدة الأنوار بالضبط وبالتاريخ نهار 26 مارس 2021 وقت لهابطة التحقيق الشامل اللي قدر ثروة راجد الغنوشي بما أقلش من 2700 مليار توينسا استناداً إلى مراجع رسمية منها موقع فوربوس الأمريكي المتخصص في تصنيف الأثرية كما زد جريدة الأنوار قدمت في التحقيق هذا تفاصيل ضافتي على مجمل لروايف الثروة الغنوشي على غرار عائدات التسفير تجارة الأسلحة المخادرات التهريب وهذا عن طريق شبكة شخصية تتمثل مجرد واجهة لأنشطة الغنوشي المالية في الداخل والخارج وهذا ما يتقاطع مع المعطيات اللي أدلت بها هيئة الدفاع وقت لفضحة في الندوة الصحفية شخصيات كانت مجرد واجهة لرشد الغنوشي في إدارة العائدات المالية لعمليات التسفير بالنتيجة تقول جريدة الأنوار أنها الندوة الصحفية لهئة الدفاع زادت في فضح الجهاز السري لزعيم النهضة رشد الغنوشي وسلطة الأضواء على حجم التواطئ من داخل الجهاز القضائي اللي تستر تلت عدة سنوات على جراء مختيرة استهدفة الأمن القومي والإقليمي في العمق طبعا شفنا برشا ردود فعل اختيرة بعد هالمعلومات الاختيرة هذه خاصة من أن البشير العاكر ما يواجه قضايا في محاكم عسكرية ومدنية تتعلق بالتأمر على أمن الدولة وغسل الأموال